ودلوقتي نروح مع حضراتكم لزميلنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مدينة العريش علشان نتابع معايا تطورات وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا بسانت صباح الخير عليك يا شازلي بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصري في كل مكان لازلنا بنتابع معاكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة اللي الحقيقة لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مصر لازالت تواصل جهدها سواء كانت الإنسانية أو حتى السياسية والدبلوماسية لتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة والوصول كمان لوقف إطلاق النار خلينا نتكلم في الجزء الأول اللي دايما يعني مهتمين به واللي الحقيقة مصر بتبزل فيه مجهود كبير جدا وهو الخاص بالمساعدات الإنسانية تقريبا محافظة شمال سيناء بداية من العريش مرورا بالشيخ زويد ووصولا إلى رفح ومعبر رفح البري كل الطرق في محافظة شمال سيناء دلوقتي بقت ممتلئة ونقدر نقول مزدحمة بالشاحنات المصطفى على جوانب الطريق ولذلك في بعض الشاحنات موجودة في الساحة الخارجية لمعبر رفح البري بخلاف الشاحنات اللي بتكون موجودة أمام المعبر تمهيدا لدخلها وكمان الشاحنات اللي موجودة هنا في مدينة العريش في مغزن الهلال الأحمر الاستراتيجي وبالقرب كمان من مطار العريش فبالتالي فيه آلاف الشاحنات اللي موجودة وبتجهزها مصر يوميا لدخلها لقطاع غزة فيما يتعلق بحركة الشاحنات يعني تقريبا بقالنا ثلاث أيام بنتابع وطيرة زيادة المساعدات وده طبعا بيعود إلى الجهود المصرية في الضغط وفي الوساطة في الوصول لأكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية وكنا تكلمنا مع حضراتكم قبل كده أن الوساطة المصرية أكدت في الاجتماع السلاسي في القاهرة ما بينها وما بين أمريكا وإسرائيل بأنه لابد من دخول ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا لقطاع غزة مصر بيتجهز أكبر من العدد ده بكتير لكن القوات الإسرائيلية في منفذ كرم أبو سالم هي طبعا بسبب إجراءات التطقيق والمراجعة وبسبب إجراءات التعنت أنها ممكن ترفض بعض الشاحنات إحنا مبارح كنا بنتكلم على 171 شاحنة دخلوا بالفعل إلى منفذ كرم أبو سالم بها العديد من أطنان المساعدات النهر ده حتى اللحظة اللي أنا بكلم فيها حضراتكم بنتكلم من 70 إلى 80 شاحنة دخلوا لحد دلوقتي لكن لسه فيه شاحنات تانية بيتم دخلها يعني على ظهر اليوم بيكون الرقم النهائي وممكن كمان على آخر اليوم بيتم تجهيز عدد آخر من الشاحنات فيما يتعلق بشاحنات الوقود إحنا النهاردة لحد دلوقتي أيضا دخل أربع شاحنات لأسولار في عدد كبير من شاحنات الوقود مصطف خارج معبر رفح البري ويمكن مبارح كنا التقينا ببعض سائق هذه الشاحنات وكانوا بيتكلموا على فكرة طبعا التعنت الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم في فكرة دخول شاحنات الوقود إحنا يوميا بيصطفع أمام معبر رفح أكتر من عشر شاحنات وقود ما بين سولر وما بين بنزين ده كان الفكرة أيضا في منفذ كرم أبو سالم في تقبله أو رفضه لشاحنات الوقود مبارح كمان سائق الشاحنات كانوا بيتكلموا فيه حاجة مهمة جدا وهو الفرق الكبير ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح من الجانب المصري شاحنات الوقود لما كانت بتدخل من الجانب المصري من معبر رفح ما كانتش بتاخد وقت خالص وكانت يعني بتستغرق ساعة أو ساعتين وصولا للجانب الآخر في الجانب الفلسطيني وكمان كان يوميا بيدخل شاحنات وقود ثمان شاحنات وقود لكن دلوقتي ما فيش شاحنات وقود بالقدر الكافي اللي تلبي الاحتياجات داخل قطاع غزة خاصة أن الصحة الفلسطينية أعلنت أن مش بس المولدات الكهربائية اللي خرجت عن الخدمة لكن كمان محطة الأكسوجين اللي موجودة في قطاع غزة هتخرج عن الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب نقص الوقود طب ده هيأثر على إيه؟ هيأثر أن الأدوية هتطلف طبعا من التلاجات وهيكون بالطبع الخدمة الصحية هتقل تماما لأنها أصلا موجودة بقلة في المستشفيات ولا تؤدي المستشفيات بكامل تقطها وعملها بسبب خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة وبسبب نقص الوقود فبالتالي مصر لا تتدخر جهدا في تجهيز كل هذه المساعدات إحنا بنتكلم النهاردة وصلنا في خلال يعني عشرين يوم تقريبا أكتر من 1700 شاحنة دخلوا بالفعل إلى منفذ كرم أبو سالم كل هذه الشاحنات مصرية كل التجهيزات اللي بتتم مصرية 85% أو 90% من المساعدات هي مساعدات مصرية ده فيما يتعلق بالجانب الإنساني فيما يتعلق بالجانب الميداني طبعا يعني إمبارح كان فيه بعض القصف على مدينة رفح الفلسطينية وكان فيه إطلاق بعض الصواريخ من الطائرات الإسرائيلية اللي بتحلق فيه سماء مدينة رفح الفلسطينية فبالتالي كان هناك بعض المجازر التي ارتكبت وفي هذا الشأن طبعا الصحة الفلسطينية أعلنت أنه خلال 24 ساعة الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر خلفت ما يقرب من 40 شهيد و218 مصاب وجريح وطبعا كل أعمال القصف المستمرة في مدينة رفح الفلسطينية وفي قطاع غزة بتلقي بظلالها على الكوارث الإنسانية ومدى تفاقم الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة فبالتالي الحاجة إلى مزيد من المساعدات يكون بحاجة كبيرة لأهالي قطاع غزة أخيرا الجهود الدبلوماسية والإنسانية النهاردة هيكون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية في الأردن وهو بتنظيم مشترك ودعم مشترك ما بين مصر والأردن والأمين العام للأمم المتحدة فبالتالي هذا يكثف أو يدل على الرسالة المصرية القوية وسعيها في كل المسارات للوصول إلى وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة دي الصورة أمام من مدينة العريش والخاصة بالمساعدات أمام معبر رفح البري برجع لكم في الاستوديو مرة تانية بسانتو أشازلي